مساكم الله بالخير أرجو أن تكونوا بخير وصحة وعافية وسعادة أينما كانت مواقعكم الليلة ستكون آخر حلقة لنا 14 حلقة أكملناها معكم بعنوان خواطر إيجابية عند الجائحة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخواطر مفيدة حلقة اليوم ستكون بعنوان ماذا علمتني الكورونا حقيقة الكورونا علمتني الكثير سأسرد لكم بعض ما تعلمت من الكورونا سرد سريع لأن حقيقة الفوائد في ظل الجائحة في ظل العالم المتلاطم والسلبيات فيه فوائد كثيرة اسمحوا لي أن أسرده لكم على وجه السرعة حقيقة عرفنا قيمة الارتباط بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والرجوع إليه والإنابة إليه رأينا إنسانية حكومتنا مع كل البشر ورأينا كذلك زيادة التلاحم المنزلي داخل الأسرة كان واضح جدا هشاشة العالم المتحضر والدول العظمى وعرفنا أننا بشر ولنا مقدرة محدودة جدا 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 وعرفنا كذلك قيمة الأمن والأمان وأن هذا الفيروس حقيقة ركع البشرية وهذبنا وأدبنا عرفنا نعمة حرية التنقل وقيمة الصحة والسلامة وقيمة الأمن في الأوطان وأهمية التواصل عن بعد عرفنا أن العالم لم يتوقف وأن الأعمال زادت وتيرتها وصارت ذات جودة أعلى رأينا أن الحروب قلت ورأينا أن لا توجد دول عظيمة بل توجد دول تعلمنا أن لا دول عظيمة أمام الفيروس ولكن تعلمنا ورأينا إنسانية دولتنا في علاج المواطنين والمقيمين وكذلك المخالفين إنسانية عظيمة رأينا أن أولويات المجتمع تغيرت بنظام الأهم فالمهم تغير الروتين اليومي تم إعادة ترتيب هيكلة الأسرة تم إزالة الغبار عن الهوايات القديمة وترتيب الكتب القديمة وإعادة تنظيم المكتبة المتروكة الشباب أصبح مسؤولا وانخرط في مناشط التطوع العظيمة الجمعيات الخيرية كانت في الصف الأول مثل الممارسين الصحيين والأطباء والممرضين تعلمنا شكر النعمة وأن النعمة زوالة تعلمنا كذلك مراجعة الذكريات والألعاب القديمة اكتسبنا معارف ومعلومات جديدة تعرفنا على قيمة العمل عندما مارسناه عن بعد رأينا إنسانية القطاع العام والخاص وتكاتفه مع الموظفين والعمال تزايدت الابتكارات والبحوث العلمية انتشار فضيلة المسؤولية الاجتماعية تم اختصار العراس كذلك العزاء وتم تخفيف مظاهر الترف وعرفنا قيمة المكوث في البيوت وكذلك تعززت أهمية العلم والعلماء رأينا تكاتف المواطنين مع الحكومة والوقوف صفا واحدا ولله الحمد والمن عرفنا قيمة الخلوة مع الذات رجعنا إلى ممارسة الرياضة اليومية عرفنا إيش قيمة تتجهز لحالات الطوارئ والصبر على المكارة رأينا فرص عظيمة لخدمة بلدنا ومجتمعنا وأهلنا والناس الذين هم حولنا رأينا تضامن البشر رأينا زيادة الارتباط بالله سبحانه وتعالى كذلك من ناحية البيئية رجعت العصافير للمدن المزدحمة أصبحت مياه الأنهار في دول كثيرة كانت ملوثة أصبحت أكثر نقاوة تنفس الكوكب السعداء رأينا تطور مبدأ إدارة الأزمات عرفنا إنجاز المهام المتأخرة منذ سنوات كذلك عرفنا قيمة التعليم وبالذات التعلم عن بعد رأينا قيمة الطبيب والممرض والممرضة والمارسين الصحيين فهم ذخائر الأوطان مثل الجيوش أدركنا نعمة الأمن والأمان في الأوطان ولله الحمد انخفضت مستويات حوادث الطرق تعلمنا أن الإنسان هو أضعف ما بهذا الكون تعلمنا أن كورونا الجند الصغير هزم جيوش العالم تعلمنا هوان الخلق على الخالق ورأينا ذلك منحنا الفرصة لمراجعة النفس تعلمنا أن وطننا هو الأفضل عرفنا وتذكرنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عرفنا أنه لن يجيرنا من الله من أحد ولن نجد من دونه ملتحدا تصبحون على خير